موسيقى كما شفته اليوم كانت تدشين ديال هاد المنشاقة الجديدة اللي كانت تعتبر واحد الجسر التواصلي كيتعزز بيها المرفيق الأمني بشكل اللي غادي يضمن واحد الاستجابة فورية وطلبية للنذاءات ديال المواطن كما شفته كان الطابق السفلي اللي هو طابق مخصص قاعة ديال العروض كذلك كان بعض العروض أو اجتماعات أو بعض الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي والإنساني كذلك الطابق الأول اللي فيه العناصر اللي كتكلف الخط 19 وكذلك الطابق الثاني اللي كيشتغل بتنسيق مع الطابق الأول بحيث أنه كيستقبلوا العناصر المعينة اللي هي عشرين عنصر في الخط 19 وبإمكانها أنها توسع هذه الألية بإمكانها أنها توسع وتقدر تأخذ حتى الستين مكالمة الأمر اللي غادي يخلي أن المواطن ما غاديش يكون هذك هذك الكاتافة وذك الدقة على الخط 19 بحيث أنه أي عنصر تلقى المكالمة الخط 19 وكان هذك الخط دياله مملؤ كاتمشي مباشرة مشكل أوتوماتيكي العنصر آخر اللي عنده الخط اللي هو فارغ كما شفتو عودتاني عندنا الطابق الآخر اللي فيه الاستقبال ديال هذه النداءات ديال الخط 19 محددة فيه المناطق كل منطقة على حيثة هذك المنصق كيتلقى النداء وكيحدد الاختصاص أشمل منطقة تابعة له وكي عنده رموز معاه اللي كتوجه النداء لمنطقة المعنية وضماناً سلامة المواطن كينوح تتبع مرقبة ابتداء من المرحلة ديال التلقي ديال النداء إلى غاية الإنجاز دياله بحيث أن هذك العنصر اللي كيتلقى المكالمة كيبقى عنده تتبع حتى على مستوى المنطقة الأمنية كيشوف أن هذك التدخل واشتنجز في واحد الوقت اللي هو منطقي وتوقيت اللي هو واقعي كما شفتو عود هنا فهذا القاعة ديال الكاميرا مزودة بربعين شاشة سيكونت بوس هي شاشة واحدة ولكن مجزئة الخمسين شاشة كتغطي حوالي ميتين وعشرة ديال الكاميرات الموزعة على مدينة الدار بيضاء فانتظار تعزيز هاد الامكانات اللي عندنا بكاميرات إضافية وبالتالي هذين قدروا نديروا واحد تغطية أشمل وتكون أنجع إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة